تأكيدا على دورها الريادي وسمعتها المرموقة قليميا ودوليا في تعزيز مبادئ الحوار والتعايش السلمي وترسيخ قيم الاعتدال نعم فاحتضان مملكة البحرين للملتقى يعكس حرصها الدائم وتوجهها الاستراتيجي لمد جسور الحوار بين قادة الأديان والمذاهب ورموز الفكر لمناقشة الإشكاليات والقضايا الإنسانية وتحديات العصر التي تحدق بالبشرية جمعاء إضافة إلى نشر ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب مع اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ليس بغريب عن الأرض التي شهدت نشوء عديد الحضارات قبل ما يزيد على خمسة آلاف عام أن تكون نقطة وصل بين مختلف أقاس المعمورة وبيئة للسلم والانفتاح والتعايش المتوارث على مر العصور فالبحرين ومنذ الأزل استطاعت أن تكرس دورها الريادي وموقعها الاستراتيجي كحلقة جمع أساسية بين العالم والدول العربية والإسلامية لتنجح في أن تجعل من نفسها جسر سلام ومحبة يربط مشرق الكرة الأرضية بمغربها ومحطة لالتقاء الأعراق والثقافات وحتى وقتنا الحالي مدامت البحرين ووسط قيادة مؤمنة بمفاهيم السلام والتعايش المشترك ترنو بسمعتها الإقليمية والدولية أكثر فأكثر كحاضنة للتنوع والتعددية الدينية والمذهبية والحضارية وحتى الثقافية لتؤكد بذلك على نصرتها للحريات والحقوق الإنسانية ونبذها المستمر وجهودها الدؤوبة في مواجهة خطابات الكراهية والتمييز ملتقى البحرين للحوار الذي يعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تزامنا مع الزيارة الرسمية التاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة جلالة الملك المعظم يرسخ من عالمية مبادئ الحوار بين الأديان التي تتبناها البحرين وذلك ما يترتب عليه من تفعيل لثقافة السلام والتعايش من على أرض الخلود ودعم الجهود الإقليمية والدولية لبسط قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الكراهية والعنف والتطرف والتأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات الإنسانية القائمة على إرساء قواعد متينة بين أهل الأديان والعقائد المتنوعة وما زاد من قوة ملتقى البحرين للحوار هو عمق المحاور التي يعرضها وثقل النخبة من الشخصيات الدينية والفكرية التي يضمها ليكون كمنصة رحبة لمناقشة الإشكاليات والقضايا الإنسانية وتحديات العصر التي تحدق بالبشرية جمعاء والناجم عن الصراعات الفكرية والفئوية فهو فرصة ذهبية لفتح المجال أمام تبادل الآراء والدفع بالجهود الدولية نحو تعزيز التعارف والترابط الإنساني المشترك البحرين كانت وما زالت تبدع في تنظيم مختلف الفعاليات والملتقيات المهمة ذات الطابع الخاص والمتخصصة في متنوع المجالات وعديد العناوين التي تصدح بأهدافها السامية لتخرج بتوصيات تلامس واقع الشعوب عامة وتحاكي حاجات حاضرها ومستقبلها لتلفزيون البحرين محمد رشادات